يتطلب الأمن الشامل تعاون المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في خلق بيئة آمنة وفي يوم شراكة المجتمعية الذي يوافق الثامن عشر من مارس يجسد البحرينيون أروع مظاهر الشراكة بالإقبال المتزايد على التطوع في الحملة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا تعد الشراكة المجتمعية محوراً رئيسياً في منظومة الأمن الشامل وفيما يتم الاحتفال بيوم شراكة المجتمعية في الثامن عشر من مارس من كل عام جسد أبناء الشعب البحريني هذه الشراكة في أروع صورها من خلال الإقبال الكثيف على التطوع في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا منذ أن أعلن الفريق الوطني فتح باب التطوع وهو ما يؤكد تعزيز التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع وممارسة الشراكة المجتمعية بشكل مسؤول بمعنى مراعاتها مصالح المجتمع وسلامة الجميع تجسدت لنا أفضل صور الشراكة المجتمعية خلال هذه الأيام وأمام مرأة ومسمع الجميع حيث تقدم العديد من أبناء هذا المجتمع إلى الحملة التطوعية للحد من انتشار فيروس الكورونا فذلك يعد حس بالمسؤولية المجتمعية العالية لدى جميع أفراد مملكة البحرين وثقافتهم العالية في منطلق مفهوم الشراكة المجتمعية وأيضا إلى الدور الكبير في حب هذا الوطن وتجسيد السلام المجتمعي في مملكة البحرين كما ينبغي الإشارة في هذا السياق إلى أن منصة تسجيل المتطوعين تمثل إحدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة وتتضمن تسجيل المتطوعين من مختلف الأعمار وثكافة التخصصات وتهدف إلى تعزيز ثقافة التطوع وتكوين جيل يؤمن بقيم العمل التطوعي وأهميته وتعزيز الثقة بشراكة المجتمعية وهو ما يضفي أهمية كبرى على يوم شراكة المجتمعية لهذا العام لن يكون هناك كيان لأي دولة إلا بمشاركة الجميع فيه فبالتالي لابد من كل المواطنين في جميع تخصصاتهم يكونون مشاركين في العملية الحياتية اليومية لأي دولة فالشراكة المجتمعية هي مهمة جدا لبناء دولة مستقرة ودولة قوية فلا بد أن يكون هناك شراكة بين جميع أفراد المجتمع في تنفيذ الخطط التي تدعو إلى تنمية البلد وتقدمها وتطورها قيمة العمل معا حب هذه الأرض وحب التطوع منبثق من أقوال جلالته انطلقت مبادرة منصة المتطوعين لدعم الحملة الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا وماشاء الله تبارك الرحمن كل مواطن ومواطنة بحرينية صغرنا وكبارنا سجلوا في هالمنصة واللي وصل العدد إلى 12700 واندل دل إن التطوع متأصل في حضارة وتاريخ البحرين كلنا فريق البحرين وكلنا تعزيزا لشراكة المجتمعية البحرين أسرة كبيرة وكلنا يقع على عاتقنا المسئولية الوطنية معا لتعزيز الانتماء الوطني بالنسبة عن الشراكة المجتمعية اللي شفناه بعيننا إن كل شخص بحريني حاب بنا تكون لباصمة في الساعات الأولى قدرنا نوصل 12500 كل شخص بحريني حاب بنا يكون هو رجل أمن كل شخص بحريني حاب بنا هو يكون موظف في وزارة الصحة كل شخص بحريني حاب بنا يكون في هيئة من الهيئات اللي شاركت في فريق البحرين كل واحد لباصمة وندل دل على وعي الشعب البحريني في تكاتفهم في هذه المواقف شرطة المجتمع قربهم للمواطن حسسنا إحنا كمواطنين بالأريحية شرطة المجتمع نلقاهم في الأسواق في الشوارع في المدارس قريبين من الطفل قريبين من كبير السن قريبين من ذوي الاحتاجات الخاصة إحنا جدا محتاجين في الشراكة المجتمعية وبعدين إحنا كلنا يجب أن يكون متعاونين في أمن هذا البلد فلذلك وجود مؤسسة من رجال أمن قريبين من المواطن فإحنا كلنا فخورين وأشكرهم دائما على عملهم الدقوب في خدمة المجتمع في مناسباتنا الوطنية الثقافية الدينية في كل مكان وجودهم يحسسنا بالأريحية إن الأمن مسؤولية وطنية تتطلب تعاون المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في خلق بيئة آمنة وغرس الثقافة الأمنية المجتمعية ونشر الوعي الأمني بين أفراد المجتمع كما وتقتضي المسؤولية المجتمعية أن يكون الجميع على قلب رجل واحد فالشراكة والعمل سويا والالتزام بالإرشادات والتعليمات التي تهدف إلى سلامة المجتمع مسألة بالغة الأهمية وهنا تتجل شراكة المجتمعية في أرواع صورها وهو ما عبر عنه البحرينيون في تدفقهم على التطوع في الحملة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر